بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله انا قلت لكم قبل كده ان على ترسيم الحدود البحرية بتاع لبنان قلت لكم ان الصهينا ما بيشبعوش من التنازلات حزب ايران في لبنان سهل لهم الموضوع ومشلهم الحكاية والده لهم يعني لهم عايزين في موضوع الغاز على اساس ان هم يسكتوا وانا قلت لكم دول ما بيشبعوش اللي حاصل ايه الوقتي اللي حاصل انه الطيران الصهيوني بيطلع يضرب نقاط معينة في سوريا والنقاط ديات هي تمركزات لحزب ايران اللبناني داخل الاراضي السورية يعني ما همش سكتين فاكرين لما انا كلمتكم على التواجد الامريكي في بحر ايجا وقلت لكم ان هو له هدف من ثلاثة لو انتم تراجعوا الفيديوهات دي هتفهموا انا بقول ايه اكتر المهم ايه هو اللي بيحصل الوقتي وامريكا طب ليه حزب ايران في لبنان ما بيرضش الضربة على اسرائيل ده اللي احنا هننقشه مع بعضينا فخليك معايا وركز وما تنمشي مني اقرأ التعليق المثبت اسفل الفيديو وجزاكم الله خيرا لو انتم فكرين الفيديو اللي انا تكلمت فيه عن سر التواجد الامريكي بكسافة كبيرة جدا في بحر ايجا وقلت لكم ان هو له هدف من ثلاث اهداف عملت ان الموضوع ده على فيديوهين تقدروا ترجعوهم الهدف اللي هو قلته ان هو ممكن يكونوا عايزين يعملوا غزوة على تركيا ويشعلوا حرب في المنطقة عشان يعطلوا الروس ان هم يقدروا يخرجوا من بحر ايجا وكده ويمنعوهم من الوصول الى الشواطئ الليبية وبعدين يعني يقشوا على ليبيا ومش عارف ايه وحكيت لكم قصة زي كده واضح ان الهدف ده مش هو او الاحتمال ده مش هو الحقيقة قلت لكم احتمال تاني ان هو هدفه ايه ان هو هدفه يعمل عملية ردع يعني عملية تخويف تخويف ازاي يعني بيقول لحزب ايران في لبنان خد بالك ان احنا الوقتي موجودين في بحر ايجا بشكل كبير جدا طيارات حديثة اشكال والوان وانت امور لا قبل لك بها وبعدين خد بالك تسمع كلام ايران في انك انت تضرب اسرائيل عشان تحقق ردع فالنتيجة ان احنا هنمسحك مسح خد بالك انك انت متوافقش على نهب الغاز اللبناني ممكن نتلككلك برضو ونطلع نمسحك مسح يعني ما تهددش بالسلاح اللي عندك انت صح عندك سلاح ممكن تهدد به اسرائيل وممكن تعمل يعني وممكن تعمل دمار كبير في اسرائيل لكن العاقبة بتاع الموضوع ده ان احنا هنطلع عليك بكل اشكال والوان السلاح والبوارج الامريكية المرابطة في شرق المتوسط وهنضرب الحزب من الالف الى الياء وهنطالد اعضاؤه يعني هنمسحكم مسح وهنعمل عليكم غزب وكده فطبعا الحزب لما بيجي لقي الموضوع زي كده حتى ايران نفسها هتنصحه هتقول له معلش وقتي المرة دي عشان ايه عشان ما نخشش في مواجهة مش محسوبة وايران فيها مظاهرات وكده يعني في مشاكل هنا وهناك فطبعا الحزب طبعا خاف وراح وقع لاسرائيل على انها تاخد الغاز اللبناني او جزء منه عشان نكون يعني اكثر انصافا وبعد كده يا ابو الشباب الاسرائيليين والامريكان ما اكتفوش برضو هم اللي بيعملوا ايه بيطلعوا يضربوا نقاط لحزب ايران اللبناني بس التمركزات بتاعته داخل سوريا فعملين عليه كذا غارة وكذا ضربوا الامور دي تقريبا الوقتي الضغط على بشار الاسد طيب ليه الضغط على بشار الاسد ما هو بشار الاسد موالي للروس زي ما انتوا عارفين والوقت امريكا ممكن تكون بتفكر عن طريق الموضوع ده ان هي تفتح جبهة جديدة على بوتين من سوريا نفسها ازاي الكلام ده الوقت سوريا طول ما هي مستقرة بوتين هيقدر ياخد منها جنود وهيقدر ان هو ياخد جنود بتوعه ويسحبهم او يسحب جزء لا بأس به منهم وبعد كده ياخد جنود مشاه من السوريين نفسهم ويوديهم يقتلوا في اوكرانيا ودي طبعا فضيحة شغالة من زمان يعني محدش انكرها فالوقت ايه اللي يحصل امريكا عايزة تضيق على بوتين في اوكرانيا فتضربوا من تحت في سوريا وتضرب الميليشيات الايرانية في سوريا وتشعروا بان سوريا ايه هتفلت من ايله الكلام ده على فكرة ممكن يصب في مصلحة المعارضة السورية المسلحة الصراع الامريكي الروسي لما ييجي على دماغ بشر الاسد ايه اللي هيحصل بوتين هيبقى قدامه حلول ضيقة للغاية يعني هيبقى قدامه ايه هيسلم للامريكان هيبقى مشكلة ولو مسلمش للامريكان مش هيقدر انهم يلحق بالجنود ويحط قوات في سوريا ويحط قوات كمان في اوكرانيا تقاتل وهنا وهنا فده نوع من الضغط كمان على بشار الاسد وطبعا بشار الاسد لا يملك شيء انا هقول لك كمان من المحتمل امريكا تفكر في خطوة تصعيدية انفشلت المفاوضات في غرف المخابرات المظلمة ايه هي الخطوة التصعيدية هتفكر في غزو السورية من على الحدود الاردنية على سياسة الناتو العربي اللي ترامب كان عايز يعمله ولتلكم طبعا تركيا كانت رفض الموضوع ده بشكل كبير جدا لكن الوقت ممكن تركيا تتفاهم مع الامريكان من ناحية ايه عدد الجنود ونوعية السلاح والتشكيلات والامور دي بحيث ان هي تضمن امنها القومي وبعد كده تضمن ايه تضمن انه الحرب هتكون بين حلفاء امريكا او قل كلاب الصير بتاع امريكا وهتكون ضد مين ضد البليشيات الايرانية اللي موجودة في سوريا وضد بشار الاسد وده هيحط عليهم ضغط جامد وضغط رهيب جدا في الخلاصة بوتين هيجد نفسه انه هو اما يسلم سوريا للمعارضة السورية لو ده حصل يعني واما انه هو يصل الى صيغة تفاهمية مع الامريكان وده برضو ممكن يحصل واما انه هو يعني يواجه عسكريا ويكون عنده القدرة على المواجهة العسكرية في جبهة جديدة زي سوريا مثلا تاني وده برضو ممكن يحصل يعني كل الاحتمالات مفتوحة عايز افهمكم حاجة مهمة جدا يا اخوة وهي انه بعض الاخوة لما بقوله احتمال بيستنى يحصل مش بالضرورة انا ممكن اقول لك ثلاث احتمالات بس واحد بس فيهم اللي يحصل لان انا ما عنديش معلومات كافية عشان اقول لك ايه اللي يحصل بالضبط فانا بقول لك ممكن ده يحصل وممكن ده يحصل وممكن ده يحصل وممكن يكون في حاجة غيبة عني انا كمان اكتبولي في التعليق اقول لي مثلا ممكن لا ممكن الشيء الفلاني مثلا كمان يحصل بس تركز انك انت تخلي استنتاجك المنطقي مبني على اسس عشان يبقى مقبول عقليا خليني اكتفي بهذا القادر والسلام عليكم